اشتركوا في القناة المهم للناس كلها نحن نعرف اهمية دعم العيادات الطبية بما فيها من دكاترة ودكاترة استقبال وجراحين وممرضات وجميع العاملين في القطاع الطبي في المختبرات وغيرها من يقدموا الخدمة الطبية للمجتمع والبرنامج اسمه ناس هو برنامج عالمي طبعا الانطلاقة ان شاء الله لمدة خمسة سابيع من القاهرة يوم الجمعة بحيث يستطيع المشاركة في الاستيديو عدد كبير من الناس يعني كل جمعة مدة ساعة وممكن استمر البث او ورشة العامل تستمر اربع ساعات يوم الجمعة طبعا فيه تدرج لكن نحن لو ذهبنا الى هذا الفيديو طبعا البرنامج هيصير عالمي وهو اول برنامج لتقييم الخدمة خدمة اللي هي مذكورة هنا يعني كأنه ريفيو للزيارة فهنا قمنا ممرض اللي هي نورس او ممرضة وابرانتشيب تدريب اللي هي اختصار كل اللي هي ناس كلمة ناس تدريب في العمل للعمل يعني تدريب على الاراصة العمل للعمل طبعا التدريب ما له علاقة بالتخصص يعني ممرضة ما تتدرب في التمريض هي ممرضة طبعا بعدين عندنا دراسة وعندنا كذا فبرضو اللي يكون موجود للتعليم على المعلم ما ندرب كيف يكون معلم وايضا الدكتور يعني دكتور متخرج طبيبة وطبيبة او كان يدرس الطب يقدر يشارك ويدرج بالساعة حقته من 100 جنيه إلى 200 جنيه يعني من 5 دولار إلى 10 دولار طبعا لما نقلف بعمل يعني أثناء التدريب يتقاضى 5 دولار يعني لو تم التحاقه ويقوم ترجمة نانسي قنقر بعمل يعني أثناء التدريب يتقاضى 5 دولار يعني لو تم التحاقه في التدريب يتقاضى 5 دولار 4 ساعة يعني تدريبه كمان على اساس انه يستمر هنا يعني كأنه بنهتم نحن في الأطباء الخريجين أو اللي بيدرسوا في الطب وكذلك الممرضات اللي مارسوا والدراسة والدراسة كما هنا مكتوب طبعاً طبعاً مرحلة التسجيل وكما لاحظنا في الفيديو في مرحلة التسجيل ومرحلة أربع مراحلة يعني مثلاً كل مرحلة أربع ساعات وفي أربع ساعات اختبار فصار عندنا عشرين ساعة عشرين ساعة هذه كمان مدفوعة يعني تدريب وكمان ناخد يعني فيه دخل ثم بعدين ننتظر لأن نجيله أمر عمل من موقع يعني نضم إلى الفريق لكن إيش هو العمل وإيش الهدف من المشروع فعندنا نبقى نسأل إلا قدمت له الخدمة اللي هو الزائر لعيادة الطبيب لكن ما بنسأل الزائر إلا بعد ما تمت الزيارة يعني عندنا الالتحاق حتى الزائر يدفع مئة جنيه لاشتراك سنة والممرضة أو الممرض أو من يعمل في المختبر أو تعمل في المختبر أو لسه في الدراسة على أساس التحق بـ 400 جنيه والطبيب نفسه بـ 800 جنيه يعني زي ريفيو لخدمة تم تقديمة يعني بعد تقديم الخدمة بنسوي ريفيو طبعا حددنا أسئلة وهناك نجوم أول سؤال ما مستوى طبعا أسئلة تحت اثنين كيو تو لو نبغى نعمل سؤال تاني يصير تو تو أو تو زيرو يعني من رقم تو و زيرو موجودين با دن تو تو با دن تو تو طبعا لما نقلف بعمل يعني أثناء التدريب بتقابة خمسة دولار يعني لو تم التحاقه في التدريب يتقاض خمسة دولار على الساعة يعني تدريبه كمان على أساس أنه يستمر هنا يعني كأنه بنهتم نحن في الأطباء الخديجين أو اللي بيدرسوا في الطب وكذلك الممرضات اللي مارسوا والدراسة كما هنا مكتوب طبعا مرحلة التسجيل وكما لاحظنا في الفيديو في مرحلة التسجيل ومرحلة أربع مراحلة يعني مثلا كل مرحلة أربع ساعات وفي أربع ساعات اختبار فصار عندنا عشرين ساعة عشرين ساعة هذه كمان مدفوعة يعني تدريب وكمان ناخد يعني فيه دخل ثم بعدين ننتظر لأن نجي له أمر عمل من موقع يعني نضم إلى الفريق لكن إيش هو العمل وإيش الهدف من المشروع فعندنا نبقى نسأل إلا قدمت له الخدمة إلا هو الزائر لعيادة الطبيب لكن ما بنسأل الزائر إلا بعد ما تمت الزائر يعني عندنا الالتحاق حتى الزائر يدفع مئة جنيه لاشتراك سنة والممرضة أو الممرض أو من يعمل في المختبر أو تعمل في المختبر أو لست في الدراسة على أساس التحق بـ 400 جنيه والطبيب نفسه بـ 800 جنيه يعني زي ريفيو لخدمة تم تقديمة يعني بعد تقديم الخدمة بنسوي ريفيو طبعا حددنا أسئلة وهناك مجوم أول سؤال ما مستوى طبعا أسئلة تحت 2 Q2 لو نبغى نعمل سؤال تاني يصير 2 2 أو 2 0 يعني من رقم 2 0 موجودين بعدين 2 2 يعني من رقم 2 أو 0 موجودين بعدين 2 2 هكذا يعني فممكن تصير أسئلة كثيرة تحت مستوى الرضا يعني أكثر من سؤال خمسة أسئلة طيب فإذا ما هو مستوى الرضا عن نظافة العيادة هذه شغلة مهم أعزاك أنك أنت تسأل في فندق خمسة أسئلة معروف أنه خمسة أسئلة فالعيادة معروف أنها عيادة مش يعني غرفة في بيت أو في أي مكان عيادة بس ما هو مستوى النظافة مش الفخامة يعني مش الديكور ومش كذا النظافة يعني ممكن نظافة العثاث المكان حتى الغطا اللي هي تسمى الملاية اللي على سرير الهاد هل نظيفة أو كذا كل ما يلاحظه فالتقييم من تمني نجوم يعني عندنا نجمتين أربعة نجمات خمسة نجمات تمني نجمات فالتقييم على العيادة له سؤال مستوى رضا عن اهتمام الممرضة هنا تقييم عن الممرضة قبل الكشف يعني أثناء الكول سنتر أثناء الزيارة أثناء أخذ العنوان أثناء المجي السؤال عن هذا الطبيب ينفع للمرض هذا أو كذا ما تنسأل عن شيء وجاء للدكتور الخطأ فهنا تقييم الممرضة مش شرط اسمها لأنها تابعة للعيادة ممكن تكون هي انتقلت طبعا يطلب الاسم بالنسبة تقييم الدكتور لأن لو الدكتور انتقل ما صارت عيادة الدكتور المعين مثلا الدكتور كان اسمه حامد فنقول مستوى الرضا عن الدكتور واسمه ايه على اساس نحن بنسأل عن العيادات المسجلة قال اسمه نقدر نروح للرقم تابعه عشان نسجل المعلومة تحت الرقم كده تابعه عشان لما نضيع او دائما موجودة في ملف ملف الدكتور اذا لدينا ملفات للدكاترة وملف للعيادة احيانا العيادة يعني في يوم يستخدمها دكتور يوم تاني يستخدمها دكتور تاني طبعا ملف العيادة يهم مالك العيادة احيانا الاتنين الدكاترة شاركوا العيادة المالك مختلف فهذا يأثر على المالك يمكن عنده عشرين عيادة يعني زي كان برج او شي والمالك واحد بعدين عندنا سؤال عن الكشف نفسه كشف الطبيب هل مقنع وتوصياته هل مرتاح لها الزائر او هل ارتاح لها مو مرتاح ارتاح لها وحين يكون ما انتهى يعني هو قبل يومين ذهب لكن هو متطمن ومرتاح وكذا او غير كذا فيقيم في النجوم مستوى المالك اشترك 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 الرضا عن الكشف ومستوى اقتناعه بوصفة الطبيب يعني فيه سؤالين عن الطبيب هي كلها اربعة سؤال سؤال عن العيادة اسؤال عن الممرضة اللي هي كلها يسموها بروسيجر الاجراءات حتى هو يروح للطبيب المناسب طبعا ما ندخل فيه رضا عن القيمة الكشفية ما ندخل للاستبيانات يعني هل كانت كشفية غالية رخيصة ما ندخل ما فيه سؤال عن كده طبعا الهدف انه يعني فيه عندنا عيادة تاخذ امتياز فهذا يتطمن الانسان الدكتور نفسه يتطمن لما نشتغل فيه طبعا لأسي لمثلا النظافة يكون هذا نفس الشخص اللي بنسأله تدرب على حكاية تلوث العيادة يعني في التنفس شعر ضيق تنفس جوة شعر فيه روايح زايدة روايح التعقيم يعني الريح اللي انا راقيها مثلا ريحة كحولة وريحة كندة كوية لدلالة انه ما فيه تجديد هوى المفروض ما فيه ريحة قوية طبعا استخدام سيء وما فيه تجديد هوى وطبعا نحن لو جانا ملاحظا رح نزور العيادة ونسوي يعني فيه نوع من اننا نتابع طبعا ما ناخد نجمتين هذا اقل شيء لانه ممكن تكون مرة قاربة جوة قد يلاحظ يعني الحمام مثلا دخل الحمام ما فيه حمام مسك اشياء يعني هل الباب فيه عيادة مثلا ممكن الباب يفتح من حاله او مفتوح يعني هو ما يحط يده على الباب ما يحط يده على الاشياء فيه عيادات ممكن تديله قفازات للعيان يلبسها اول ما ييجي وبعدين يشلح ففيه خدمة تقدم فهنا الانضمام كله جماعا طريق رسالة صوتية طريقة الاشتراك في البرنامج طبعا المبلغ لما ييجي او يفعل مشاركته يدفع المبلغ اللي عايز يفعل طبعا ممكن يكون هنا فيه عملية كنا اشتراك المرضى في البرنامج واشتراك الممرضات ممكن يكون فيه شيء ما مفهوم يستفسر عنه المتصل لكن هذا البرنامج عالمي يعني نحن نتوقع الدكاترة اصحاب العيادات اصحاب الكشفيات يفرحوا بهذا البرنامج الممرضات يفرحوا وايضا العيانين والمرضى يفرحوا يتم طبعا نحن عندنا ووركشوب او تدريس لانه وفيه شهادات يعني فيه دخل مستمر من التدريس والعيادات ولا عن طريقة العمل عن بعد يعني ممكن فيه خمسة اسابيع استمر اربع ساعات تدريب يعني يحضر اربع ساعات بعد كده طبعا نتدرب بعد كده من البيت كل جمعة تلاتة اسابيع والاسبوع الخامس يتدرب التدريب النهاية حتى يمسك مرحلة تسجيل ويمسك مرحلة كده ويبدأ يجيله دخل طبعا زي اي برنامج تقيم مثلا زي بلومبرغ بلومبرغ بيستفيد انه التقارير دي بتفيد جهات كثيرة فيد وزارة الصحة بتفيد كده بتطلع كديش في عيادات يعني مشتركة وكده حتى تفيد رفع اجور الممرضين والممرضات او اللي هم الدكاث اللي يجلسوا في الريسبشن او في الاستقبال سواء دكاثرة او يعني شخص يعني وحده وهذا مدربة كيف تتعامل مع المرضى كيف تتعامل معه عندها مثلا السعافات اولية عندها يعني ممكن احيانا تضرب حقنه ممكن كمان تعمل غيار اكتفي بهذا القدر وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة